اشتركوا في القناة منذ أكثر من عامين كما يرى مراقبون أما في داخل تركيا فقد تظاهر ألاف الأكراد ضد التحرك العسكري لأنقرة الاحتجاجات طالت مناطق كثيرة بما فيها إسطنبول والمتظاهرون يتهمون الحكومة بالإخفاق في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية لقد خسرنا أصدقائنا ونحن مستعدون الآن للتضحية ولم يعد بإمكاننا الصمت أكثر من ذلك نحن هنا رغم أن السلطات منعت التظاهرات لكنهم لن يستطيعوا إسكاتنا بعد الآن الشرطة تستخدم العنف ضد المتظاهرين ومع ذلك تحصل تركيا في حربها ضد حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية على دعم من ألمانيا والولايات المتحدة وكذلك من حلف الناتو الذي ينتظر أن يعقد غدا اجتماعا طارئا بناء على طلب من أنقرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر